إذا كنت تظن على أن هذا الفيديو هو فيديو حقيقي فأنت مخطئ هذا الفيديو هو معدل بدكاء الإصطناعي وأنا الذي قمت بتعديله حيث أنني كتبت النص وجميع مواصفات أو الشروحات والوصف فيها داخل هذا الفيديو هذا الفيديو سبيقي هو معدل بدكاء الإصطناعي وهو فيديو مجاني وهذه الأداة هي أداة مجانية فيها نسخة مدفوعة ونسخة مجانية لكننا سنستخدم النسخة المجانية في توليد وصناعة الفيديوهات بطريقة احترافية ومجانا ومقبولة على اليوتيوب تابع الشرح مرحبا أصدقائي في هذا الفيديو إن شاء الله سوف أريكم طريقة لإصناعة المحتوى من خلال الاسكريبت أو النص وتحويله إلى فيديو مجانا لإستخدامه على أي منصة تريد في اليوتيوب أو على تيك توك أو فيسبوك انستغرام أو سناب شات هذه الأدت أو هذا الموقع هو موقع مجاني فيه المدفوع ولكننا سوف نستخدم البصعة المجانية أو الباقة المجانية عفوا لكي أريكم طريقة مميزة لإصناعة الفيديوهات قصة إن كنت من راوي القصص أو تحتاج يعني فيديوهات ولا تريدها أن تكون ذات حقوق ملكية أو حقوق طبع ونشر أو أن تقوم بإصناعة مثلا فيديو على مزاجك أو كما تريد يعني تقوم بإدخال الاسكريبت أو الكتاب أو النص أو القصة يقوم الموقع عفوا بتحويلها إلى فيديو رائع وبعدة فيديوهات أنت تختار منهم الفيديو الذي يناسبك سوف بداية سوف نفتح أي متصفح على حاسوبك أو على هاتفك الآن سوف ندخل نكتب اسم الموقع واسم الموقع هو إن فيديو إن فيديو إي آي هذا هو الموقع نضغط على أول اختيار إن فيديو إي آي هذه هي الواجهة الرسمية للموقع الآن سوف نقوم بالضغط من هنا على هذه الأيقونة الزرقاء لكي نقوم بيقول لك يعني إصنع الفيديو سوف يقوم أولا قبل صناعة الفيديو عليك بأن تقوم بالترجيب بحسابك أو بأي خسال يعني أقول لك حساب الجميل الذي تستخدمه في قناتك الرئيسية أو في قنواتك أو المحمل عليها مثلا معلوماتك الشخصية أي جميل أو أي إيميل يمكنك أن تقوم بفتح حساب عليه كما ترون أنا سوف أختار تأضغط هنا وسأختار الجميل الذي أراه مناسبا سأختار هذا الجميل يقول لي هل أنت متأكد أقول لي نعان الآن سوف يدخلني إلى صفحة أخرى التسجيل ما أصدقائي يكون مرة واحدة في المرات الأخرى هذه المراحلة تكون في المرة الأولى مثلا يقول لي هل تريد تغيير اسمك مثلا أنا لن أغير اسمي سوف أقول له التتم هنا ستختار أين تقوم بالفيديو أو المنصة التي تستخدمها سأختار مثلا يوتيوب الآن سوف يقول لك مثلا مجال الذي تقوم بصناعة تريد في صناعة هذا المحتوى مثلا مجال الأفلام البيزنس أو الخدمات للمجال الأكاديمي مجالة أخرى مثلا أو مجال الصناعات المحتوى سأختار مثلا صناعة المحتوى وأضغط ونقض عنها مهمة التسجيل في الموقع الآن الموقع أصبح متاح لك في أن تستخدمه متى شئت وكيفما تشام الآن سوف أعطيه أي نص أي سكريبس أي يعني النص الذي ستريده أن يتحول لك إلى فيديو مثلا أنا كان لديه نص مكتوب هنا سوف أدخل له هذا الفيديو هو يعني نيسان فقط يعني ليسا لصناعة المحتوى هذا الفيديو سوف أقول لكم ماذا يعني هذا الفيديو يعني هو بطل خارق يقوم بطل خارق خرافي قوي لديه جناحين يقوم بإنقاذ الناس من الكوارث أو من الفائدانات ونجراف التربة في دقيقتين عمنا أصدقائي لم أقول لكم أن هذا الفيديو أن هذا الموقع يدعم جميع اللغات لكنني كتبت الموضوع بالإنجليزية حتى يتسنى له فن ويعطيك الدقة إذا كنت تريد صناعة المحتوى بالدقة عليك أن تقوم بكتابة السكريبس بالإنجليزية أو باللغات العالمية بالعربية عليك أن تعطي تفاصيل أكثر وأكثر حتى يفهم ماذا تريد إن قمت بإعطائه الموضوع بصفة عامة فلن يستطيع أن يعطيك ماذا تريد أنت أو الفيديو الذي تريده أنت أضغط هنا على create creating وننتظر بعد الثواني في بعض مرات إذا كان الفيديو طويل قد يحتاج من يحتاج ثلاث أو أربع دقائق أو خمس دقائق لكن إن كان الفيديو صغيرا قد يحتاج بدء ثواني عمما أنا سوف أنقص من الفيديو في المونتاز وأعطيكم النتيجة النهائية الآن هو مجال في قام بالتحليل يعطيك حتى المراحل أن الدكعة استناعية قام بتحليل الكتابة وهنا لإتمام بعدما تم التحليل وبداية صناعة الفيديو يعطيك بعض التفصيلات الدقيقة التي إن كنت تريد أن تغير عليها مثلا أنا في style يعني animation أو anim أو العادي أنا سأختار العادي وأعود سأختار animation لكي أبين لكم الوقت عفوا هل دقيقة ونس أنا أعلمت على دقيقتين ولكن إن أردت تغيير أربع دقائق سيقوم بتغييرها إلى أربع دقائق هما يوتيوب أو يوتيوب شورتوز أو إنستغرام أنا كنت قد اخترت يوتيوب الآن ستتم لن أختار هذا الحساب المدفوع سأختار الحساب المجاني لاخده هنا الآن سوف أضغط على التتم وننتظر التحليل عندما يتهي الفيديو سوف أقوم بنشر الفيديو أو النتيجة التي وصل إليها هذا النموذج وهو نموذج محدث من الدكاء الإصطناعي لصناعة المحتوى هنا أصدقائي وصل إلى أربعة وستين خمسة وستين ستة وستين عموما في البداية يكون تقيلا نوعا ما لكنه عندما يتم تحميل خمسة في المائة وستين في المائة يسرع قليلا ننتظر إلى أن يكتمل إلى المائة في المائة هنا أحدد أربعة مائة وتمانين سأكتب مدو نايد وأختار ستوك الأول ثم العادي ثم أربعمائة وتمانين التحوي الآن سنتظر النتيجة هذا هو الفيديو الذي قام بإنتاجه سوف أسهد هذا الفيديو قبل أن أقوم بتحميله سنتظر النتيجة سنتظر النتيجة من المائة سنتظر النتيجة سنتظر النتيجة كما استخدامه مرة مرة أخرى وفي أي منصة تريد لكنني قد حددت منصة اليوتيوب أتمنى أن يكون الفيديو قد ناني أعجابكم هذا يعني الفيديو هو يعني للتوضيح فقط ويمكنك التعديل على كل في كل مرحلة ورجو إلى الخلف والتعديل حتى يتسنى لك صناعة المحتوى بالطريقة الفيديو الذي تريده أتمنى أن يكون في فيديو قناة أعجابكم في فيديو آخر مع تحياتي لكم ترجمة نانسي قنقر